السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزة طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف السلسة الأعدادي بإذن الله متابعين ومكملين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة بإذن الله ناخد مع بعض دلوقتي تدريبات على الدرسين الخامس والسادس من الوحدة الرابعة من كتاب جيم بداية من صفحة 200 ويجاب لي هنا فيكابلاري اكسرسايز السدريبات على الجزء الخاص بالمفردات يقول هنا read and complete the text اقرأ واكمل النص بيجيب لي هنا ست كلمات بقرأ الكلمات دي وترجمها وابدأ إن أنا أخذ منها فقط أربع كلمات وأوظفهم داخل الفراغات أو النقاط في النص بتاعنا شوف كده الكلمات كلمات understand يعني يفهم نذر يعني لا يعني لده ولاده ديسليكسيا اللي هي عصر أو صعوبة في القراءة عصر القراءة أو صعوبة القراءة بوث يعني كلاهما أو كلا من public يعني عام special يعني خاص بيقول لي هنا when Sammy was young عندما سامي كان يونج صغير السن he had نقطه وكان عنده إيه this means وده معناه he has bad at إنه كان سيء في إيه reading and writing سيء في القراءة أو الكتابة يبقى هاد كان عنده عصر في القراءة ديسليكسيا كان عنده ديسليكسيا عصر في القراءة this means وده معنا he was bad at هو كان سيء في إيه سيء في كل من reading and writing يبقى بوث and كلا من reading and writing القراءة أو الكتاب يبقى بوث it wasn't easy for him ما كانش سهل بالنسبة له تنوء his lessons إن هو يفهم دروسه يبقى to understand his lessons إن هو understand يعني يفهم ما كانش سهل بالنسبة له إن هو يفهم دروسه his parents والديه ask the teacher طلبوا من مدرس to give him إن هو يديروا no at lessons هيددروا دروس إيه دروس special دروس خاصة which helped him اللي ساعدته الدروس دي تساعدت الولد الصغير أو سامي to be better إن هو يتحسن أو يكون أفضل and did well وكمان أدى بشكل جيد in the exams في الامتحانات بتاعته بعد كده السؤال الثاني choose اختر the correct answer الإجابة الصحيحة السؤال رقم واحد let's go to the noat park هيا بنا نذهب إلى إيه and enjoy ونستمتع all the exciting rides ونستمتع بكل الألعاب rides الألعاب المسيرة والمدهشة and attractions وكمان نستمتع بإيه المعالم السياحية أو المناطق الجاسب السياحي المعالم السياحية أو مناطق الجاسب السياحي attractions يبقى هيا بنا نذهب إلى إيه coach اللي هو المدرب ولا بيوغرافي اللي هي السيرة الزاتية يعني هي حياة شخصي يعني ولا theme park theme park اللي هي الملاهي ولا chart اللي هي الجمعية أو المؤسسة الخيرية طبعاً let's go to the theme park هي بنا نذهب لـ theme park اللي هي الإيه الملاهي ونستمتع بـ the exciting rides الألعاب المسيرة and attractions وكمان المعالم السياحية السؤال الثاني she is a volunteer هي بتكون volunteer يعني إيه يعني متطوع يعني بتعمل كده بشكل تطوعي هذا تشارد في جمعية أو مؤسسة خيرية she works for بتعمل إيه اللطف ماني مقابل مال كتير أو كتير من المال كثير من المال ولا much money برضو كثير من المال ولا آآ صمني مقابل بعض المال ولا نوماني طبعاً for no money يعني إيه for no money يعني بلا مقابل مادي بتعمل بلا مقابل مادي يبقى هي بتكون volunteer متطوع أدت شارد في جمعية خيرية يبقى هي works for no money for no money يعني بلا مقابل مادي رقم ثلاثة I know at my best friend's birthday party أنا فتني عيد ميلاد أفضل صديقة عندي because لأن I was sick لأن أنا كنت sick يعني مريض عايزة أقول فتني أو غبت عيد ميلاد أفضل صديقة عندي practice يعني يمارس أو مارسة missed يعني فاته فتني I missed my best friend's birthday أنا فتني أو غبت عيد ميلاد أفضل صديقة عندي discovered يعني اكتشف ولا trend يعني تدرب طبعا I missed أنا فتني my best friend's birthday party عيد ميلاد أفضل صديقة عندي رقم رقم أربع ون لما أنا كنت صغير في السن والدي نوال ذات I had dyslexia اكتشفوا أن أنا عندي عصر أو صعوبة في الكراءة عصر في الكراءة أو صعوبة في الكراءة covered يعني مغطى discovered يعني اكتشف uncovered يعني غير مغطى recovered يعني هنا بمعنى يتعافى أو تعافى بيتعافى مثلا من المرض يتعافى أو يسترد صحته يبقى when I was little my parents discovered بابايا وممتي discovered اكتشفوا that I had dyslexia إن أنا بقعاني أو عندي dyslexia يعني صعوبة في الكراءة discovered اكتشف رقم 5 she is a cleaver girl ده هي بنت cleaver يعني ماهرة أو زكية for solving that puzzle إن هي تحل solving يعني تحل that puzzle هذا اللغز إن هي تحل اللغز ده ده هي زكية the sin of cleaver هو عجز السنن معايز المراضف من كلمة cleaver يعني ماهر أو زكي عايزين بقى ايه اللي بيسويها ويهي يعني ضعيف tiny يعني صغير في الحجم أو ضائل كده في الحجم صغير جدا stupid يعني غبي smart يعني زكي يبقى عندك cleaver نفس السنن بتاعها ليا smart لكن عكسها stupid غبي هو طالب السنن عشان كده اختار smart رقم 6 نقط is to succeed in doing something إن انت تكون succeed in إن انت تكون ناجح في القيام بشيء ما تنجح كده إن انت تعمل حاجة جد بشكل جيد حاجة جيدة يعني تعمل حاجة جيدة or that you want to do أو ما تريد أن تفعل وإنت تنجح تعمل حاجة جيدة جيدة أول حاجة اللي انت عايز تعملها ده اسمه اين اتشوف يعني يحقق أو ينجز فيل يعني يفشل أو يرصب مس يعني يفقد أو يفوتو وين سيرفيان يركب الأمواج يبقى معناها إيه إن انت succeed in doing something good إن انت تنجح في القيام بشيء ما شيء جيد يعني طبعا معناك انت achieve بتحقق achieve يحقك أو ينجز إن انت حققت هدفك أو انت أنجزت في أداء هذا العمل رقم سبع ويئة the prefix إحنا بنضيف the prefix بنضيف البداية to the verb cover لفعل cover يعني يغطي to means find out عشان نقصد به find out يعني يكتشف يبقى احنا هنضيف ايه هنا بادئة يعني في البداية كده أنا هضيف ايه للفعل ده عشان خاطر إن أنا حوله يبقى معنى يكتشف i am d i s r e e e x طبعا هضيف d i s عشان يبقى discover discover على بعضها كده يعني يكتشف بدو يستوفي المعنى find out رقم تا من النقط is a learning disability عدم القدرة على التعلم which effects وده بيؤثر على reading and writing واللي بيأثر على الكراءة والكتابة أما يكون وحد عنده مشكلة إن هو يتعلم وبيأثر إن هو بيعرف شيئ قراء كويس أو بيكتب كويس ده اسمه environment ده اسمه البيئة ولا dyslexia يعني صعوبة أو عصر في الكراءة ولا volunteer متطوع أو يتطوع تمشي فعل أو اسم hyperloop hyperloop ده اللي هو قطار فائق السرعة يعني نظام كده نقل سريع بنقل الناس كده بسرعة فائقة نظام للنقل السريع اللي هو hyperloop طبعا إن يكون في عدم القدرة على التعلم وبيأثر على الكراءة والكتابة دي اللي هي ال dyslexia اللي هي صعوبة أو عصر في الكراءة رقم 9 Egypt هاد مصر هاز بيكون فيها أو بتحتوي على أو عملت يعني أقامت هنا بمعنى أقامت organize رتبت ايه a big conference يعني مصر organize رتبت أو نظمت مصر رتبت أو نظمت a big conference يعني ايه يعني مؤتمر كبير the verb organized الفعل اللي هو بمعنى نظمة here هنا means يعني معنى ايه built يعني بنا grown يعني زرعة أو نمى arranged رتبت painted يعني دهنة أو لونة يبقى عندي هنا كلمة organized نظمة بتساوي فيه المعنى كلمة arranged رتبت انا بنظم لشيء برتب له انا بنظم لي a big conference مؤتمر كبير انا رتبت لهذا المؤتمر رقم 10 توجد the anthem of normally عشان بقى انا احصل على الانتنم احصل على المضاد او العكس من كلمة ايه normally normally يعني عادة ماقول normally عادة احنا بنظيف بنظيف البداء اجي هنا في الاول خلص وضيف البداء ايه طبعا بضيف الاب عشان تبقى abnormally يعني بشكل غير طبيعي بشكل غير طبيعي abnormally جايب لبعد كده الصفحة الاقصادة صفحة 201 تدريب كده على التحدث كن بانهاء الحوار التالي اول صطر ده بيكون مهم جدا بيعرفني الحوار بيدور ما بين مين ومين وايه موضوع الحوار وعندي هنا لازم بقر المحادس على بعضها بالكامل ولا بقر المحادس بترجمها وفهمها وانا بحل لازم براعي زمن المحادس بيقول لي هنا وليد الساد وليد بيكون ساد حزين از يعني لان لانه لانه فقد وضيع ساعة اليد الزكية الخاصة به ساعة اليد بتاعته اليد الساعة الزكية ضيعها اتسكول في المدرسة يبقى هنا عندي ساعد بيقول you are sad انت بتكون حزين aren't you لاست انت كذلك يعني انت حزين صحيح بجد فوليت هنا هيرد عليه يقول له ايه طبعا انا حزين جدا yes i am very sad انا حزين جدا يبقى yes نعم i am very sad انا very sad حزين جدا فهنا ساعد بيقول له what happened ماذا حدث ايه اللي حصل وخلاك زعلان بالشكل ده واليد قال له ايه طبعا واليد ضيع ساعة اليد الخاصة به فهيقول له ايه انا فقط اي لست انا فقط او انا ضيعت my smart watch ساعة اليد الخاصة به my smart watch ساعة اليد الخاصة به فساعد هنا بيسأل واليد قال له i lost it an hour ago انا ضيعتها او فقدتها منزو ساعة ضعت مني كده من ساعة فهيقول له ايه امتا ضيعتها متى يعني وين lost في الماضي يبقى الفعل المساعدة عندي في السؤال هيبقى added وايف الاجابة بيطلع لكده فوق في السؤال هيبقى you وبعد كده الفعل في المصدر lost بعد كده when did you lose it يعني امتا ضيعتها او امتا فقدتها قال له انا ورجو منزو ساعة فهنا ساعت بيسأل وليد قال له i lost it at school انا فقدتها او ضعت مني في المدرسة يبقى اين طالما جاب لي هنا مكانه هسأل هسأل باي هسأل باي باي اين يبقى where هده كلمة الاي الاستفهم وبعد كده لست في الماضي برضو بجيب معايا الفعل المساعد واي بتطلع لكده فوق في السؤال بتيب ايوم وبعد كده الفعل في المصدر معا بيجيب الفعل في المصدر المصدر من lost وهو lose it where did you lose it يعني اين فقدتها طاعت منك فين قال له at school في المدرسة هنا ساعت بيقول i think اعتقد this is your watch ان دي ساعة اليد الخاصة بيك i have found it انا وجدتها او لقيتها in the library انا لقيتها في المكتبة فهنا والد هيقول او ييس نعم طبعا هيشكره لانه لقى الساعة بتاعته هيقوله thank you very much شكرا جزيلا هيقوله هنا thank you very much شكرا جزيلا ان شاء الله هناخد مع بعض دلوقتي تدريبات على الدرسين الخامس والسادس من الوحدة الرابعة كتاب جيم داتا من صفحة ميتين واثنين بيقول كن بانهاء الحوار التالي اول سطر ده بيكون مهم جدا بيعرفني الحوار بيدور ما بين مين ومين وكمان ايه موضوع الحوار بيقول لسامي يعني بيسأل سامي بيسأل علي بيسأل عن الاشياء اللي هو حققها او انجزها علي يعني تعلم ان هو يقود اكار سيارة فعلي هنا قال له انا تعلمت ان انا اسهوق السيارة يبقى ده موضوع المحادسة الحوار ما بين مين ومين ما بين سامي وما بين علي ايه موضوع الحوار ان هنا علي بيسأله او سامي بيسأل علي انت تعلمت ايه او ايه الحاجة اللي انت انجزتها او حققتها قال له انا اتعلمت ان انا اكد سيارة يبقى ده موضوع المحادسة في البداية بقرأ المحادسة على بعضها بالكامل وافهمها كويس واترجمها وانا بحل لازم براعي زمن المحادسة سامي هنا بيقول لعلي what important things ايه هي الاشياء اللي important يعني بتكون هامة او مهمة have you achieved اللي انت حققتها وانجزتها in life في الحياة علي قال له حاجة طبعا قال له ايه قال له انا اتعلمت انه انا اكون سيارة يبقى I have بدل هافيو هتبقى I have I have بعدها التصريف التالت ليرنت انا تعلمت انا تعلمت to drive a car ان انا اقود سيارة to drive a car بس سامي بيقول له when did you learn that when يعني متى امت تعلمت ذلك ممكن مثلا يقول له اي معات فات لان احنا متكلم في الماضي هنا السؤال في الماضي هيقول مثلا ايه الشهر الماضي يبقى هيقول مثلا I learned that انا تعلمت ذلك I you هتبقى I I وبعد كده عندي هنا السؤال في الماضي learn هتبقى I learned that I learned that I learned that انا تعلمت ذلك تعلمت ان انا اسوق السيارة last month الشهر الماضي الشهر الماضي سامي بيسأل علي قال له my father taught me that بابايا علمني كده تعلمت بابايا هو اللي علمني ان انا سوق السيارة يبقى من اللي علمت من العاقل يعني who who taught you that بدل مي هتبقى you taught you علمك ذلك من اللي علمك انت السوق السيارة قال له بابايا taught me that بابايا هو اللي علمني ان سوق سامي بيقول واو that's great has رائع would you play stitch me طب ممكن من فضلك تعلمني علي قال له حاجة فسامي بيسأله سؤال علي قال له we can start tomorrow احنا بقى نقدر ان احنا نبدأ tomorrow غدا يبقى وافق علي ان هو يعلم ولا لا يبقى وافق يبقى yes of course or yes sure yes of course نعم بالطبع فسامي بيسأل علي قال له we can start tomorrow نقدر نبدأ بكرة يبقى امتى نقدر نبدأ متى يعني when وعندي هنا we can هتبقى can we هعكسها بعد كده عايزة الفعل في المصدر start مع كان بجيب الفعل في المصدر وان كان we start احنا نقدر نبدأ امتى يلا نشوف السؤال اللي بعده السؤال التاني بيقول read and complete that جس اقرأ وكمل النص بيجيب لي ست كلمات اقرأهم وترجمهم واخد منهم فقط اربع كلمات بوظفهم داخل الفراغات او النقاط اللي عندي في الفقرة بتاعتنا achieve يعني يحقق او ينجز يعني من قبل معنى سبقه او من قبل يعني جائزة يعني ابدا يعني يدعو يعني فنان او رسام شوف كده الفقرة بتقول انا بعيش في فيلج انا بعيش في الكارية الكارية دي موجودة في جنوب مصر انا عيشت فيها طول حياتي ايه هاب نقاط بين تو اناذر كانتري ايزول انا ابدا ما روحتش طالما عاش في الكارية طول حياته انا ابدا ما روحتش لدولة تانية يبقى هنفي بايه بنيفر ايه هاب نيفر بن انا ابدا لم اذهب الى اي دولة تانية يبقى نيفر للنافية انا عايزة اكون ايه تالما حب ارسم ودهن. يبقى انا عايزة اكون يعني فنان او رسام. انا عايزة ان انا انجز واحقق شيء مهم. يعني شيء اهم. يبقى تشوف ينجز او يحقق. اتشوف احقق شيء مهم. دايما بيشجعوني. ان انا احصل على ايه مقابل الرسم بتاعي او الفن اللي انا بقدمه. نحصل على على جيزة. بيشجعوني بيحفزوني كده ان انا احصل على جيزة او جوائز كتيرة مقابل الفن اللي انا بقى جيزة. انا لا اريد ان يعني يحبط. انا مش عايز ان احبطهم يعني عايز يفوز بالجيزة عشان ما يسبب لهمش الاحباط. اذا كوركت انصر اختر الاجابة الصحيحة رقم واحد. انا اقدر ان احقق هذه المهمة. الحاجة المطلوبة مني دي انا عارف احققها وانجزها. اللي هو المضاد. المضاد من كلمة يعني ينجز او يحقق. انا بقى عايزة ايه? المضاد عكسها ايه? يعني يصل. يعني ينجح. يعني يفشل او يرصب. يعني يقع او يسقط. طبعا انا عندي ان انا انجح او انجز شيء او حقق شيء عكسها ان انا افشل في اداء هزا الشيء. يبقى يحقق. بتسويها انا بنجح فيه. لكن عكسها عكسها اللي هو المضاد دي بقى هو اللي طالب من المضاد يبقى يبقى يحقق او ينجز. الانترين منها المضاد دي منها وهي يفشل او يرسل. رقم اتنين. او النقط از ابرسل. هو تس وارك وذاوت جيتنج ماني. يا ترى مين هو? الشخص اللي بيقوم بعمل يعني معين وذاوت يعني بدون جيتنج ماني بدون ان يحصل على المال. بدون الحصول على المال. بدون مال. انجينير ده المهندس اللي هو بيشتغل بدون الحصول على المال. ولا يعني رائد. ده المتطوع. ولا اللي هو المتسلق متسلق الجبل. اه او متسلق الجبال او الناس اللي هي عايشة برضو في الجبال. طبعا يبقى ده المتطوع. ازا ده بيكون الشخص اللي بيقوم بعمل. وذاوت بدون جيتنج ماني بدون الحصول على المال. بعد كده رقم تلاتة يعني اللي ما يكون في حد كده خارج. هذا ده بيكون عنده عضلات قوية جدا. ذا هي البهم العضلات ده اللي بتساعده ان هو يرفع الاشياء التقيلة. طب بيقدر يرفع الاشياء التقيلة. هي ايه? هو بيكون ايه? ويك ضعيف. ولا يعني زكي. ولا برضو بمعنى زكي او قنيك. يعني لبسه كده قنيك. طبعا عنده عضلاته بيقدر يرفع الاشياء التقيلة طبعا ازا فهو يعني شخص قوي. رقم اربع بيقولي هنا. وظيفته ان هو يدعم او يساند اللاعبين. يبقى وظيفته يدعم اللاعبين وبيضرب اللاعبين ده اسمه ايه? ده اللي هو المتطوع. ولا كوتش ولا المدرب. ولا يعني المخ. ولا يعني نتيجة. طبعا اللي هو بيدعم 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 اللاعبين. وكمان بيدربهم وهو ايه? ايه كوتش المدرب. بعد كده عندي هنا صفحة ميتين وثلاثة والصور رقم حمصة في الاختيرات ونقط is to find or find out. ان انت تجد او find out. find يعني يجد. او find out او تكتشف. ان انت تجد او تكتشف something. شيء ما. that people. اللي الناس didn't know before. ما عرفتوش قبل كده. ان انت تجد حاجة او تكتشف حاجة الناس ما عرفتهاش من قبل. ده اسمه ايه? receive يعني يستلم. intend يعني ينوي. discover يعني يكتشف. pass يعني يمر او ينجح او يكتاز. طبعا find out او find بيسو discover. يعني يكتشف. انت تكتشف هذا الشيء. رقم ستة to get the adjective from surprise. عشان ان انت جت تحصل على the adjective. عشان انت تحصل على الصفة. from surprise. surprise اللي هي المفاجأة. عشان بقى تحصل على معنى كلمة surprise اللي هي مفاجأة. وهذا صفيكس. احنا بقى بنضيف اللاحقة. اي دي ولا اي اس تي ولا اي سي اس ولا اي اي انتي. طبعا بنضيف اللاحقة ال اي دي. تبقى surprise يعني ايه? يعني مندهش او متفاجئ. surprise. بعد كده السؤال الرابع complete the sentences. camille الجمل with the correct form بالشكل الصحيح. بالكلمة او الكلمات من الاكواس. رقم واحد. ايه هنا بيسعل بيقول. وانت روحت للقاهرة. التاني قال له yes. اي نقط اذير لا سير. اي وان روحت هناك لا سير لعام الماضي. كلمة لا سير لعام الماضي دي من الكلمات الدلة. على زمن الماضي البسيط. وفي زمن الماضي البسيط. انا مع اي فاعل بجيب التصريف التاني للفعل. طيب اي من فر بتو بيها? داخد واس ولا وير? داخد واس. اي واس. انا كنت ذير هناك لا سير لعام الماضي. يبقى ذير يعني هناك. رقم اتنين. هاز هاني نقط all the levels. هو هاني. كمل كل المستويات بتاعة اللقبة. اللقبة اللي هو بيلعبها دي. خلص كل المستويات اللقبة 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 اللق رقم ثلاثة ماي سيسترز اخواتي البنات نؤت ذير رومز عايزي ارتبوا الغرف بتاعتهم يسترتيب الامس يسترتيب الامس دي من الكلمات الدلة على زمن الماضي البسيط وفي زمن الماضي البسيط مع اي فاعل انا بجيب التصريف التاني للفاعل الفاعل بتاع بينتهي بالواي باحزف الواي وتقلب الى اي وبعد كده بضيف ال اي دي ومن الافعال المنتظمة بس بينتهي بالواي وقبل الواي حرف ساكن باحزف الواي وقلبها الى اي وبعد كده بضيف ال اي دي يعني رتبا رتبوا الغرف بتاعتهم يسترتيب الامس رقم اربع عشر نواط اني ايميل فروم هير فرينز سنس لاست مانث هي ما استلمتش اي رسائل للبريد الالكتروني من صديقتها منذ الشهر الماضي انا عندي سنس احط عيني عليها بيجي لي بعدها اما ماضي بسيط اما بداية حدث جايب لي هنا بداية حدث بداية حدث يعني من امتى من الشهر الماضي ما استلمتش رسائل بريد الالكتروني تابوا قبلها ايه قبلها بيكون زمن مضارع تام حددت الزمن بتاعي مضارع تام شي بتاخد هاف ولا هاز بتاخد هاز طيب انا عندي هنا عايزة بقى انفي ولا اثبت يعني جمليتي منفية ولا مثبتة منفية جايب لي هنا نط يبقى بدل هاز هتبقى هازنت تمام يبقى الشي هازنت بعد كده رسيف انا عايزة منها التصريف الثالث هو من الافعال المنتظمة اللي بينتهي بالايه واضف له فقط حرف دي يبقى التصريف الثالث من رسيف وهو رسيفت يبقى شي هازنت رسيفت هي مستلمتش اي رسائل بريد الالكتروني من صادقتها منذ الشهر الماضي رقم حمسة نقاط هو سبق ليه ونسي حفل عيد ميلادك طبعا السؤال هنا في زمن المضارع التام المضارع التام انا بسأل بهل في المضارع التام بهافق او هازأل ع حسب الفاعل هفق او هاز لما لاقي هنا الفاعل مفرد يبقى هاسأل به هاز يبقى هاز هل هو سبق ليه ونسي حفل عيد ميلادك عايزنا هنا اكتب عن اكتب مية وعشرة كلمة عن الانجازات هتكتب كده عن الانجازات ده موجود في الكتاب وكمان هتلقون موجود على القناة ان شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي تدريبات على الوحدة الرابعة من كتاب جانب بداية من صفحة 204 وجايب لهنا لونجيمان اكسر سيدس تدريبات لونجيمان دي اسئلة بتكون مهمة جدا على الوحدة وتتكرر كتير في الامتحانات اول سؤال اول سطر ده بيكون مهم جدا بيعرفنا الحوار بيدور ما بين مين ومين وايه موضوع الحوار في البداية لازم بقرن محادثة على بعضها بالكامل وانا بحل لازم براعي زمن المحادثة بيقولي هانا انا هير جران ماثر هانا ويه هير جران ماثر ويه جدتها اتحدثانا عن بلايسز عن اماكن او رزيدنس اماكن الايه رزيدنس اماكن الايقامة انا بتقولها انا اعرف ان انت بتحبي اذا يعرف ان ان انت بتحبي ايه بتحب الريف انا بتقولي جدتها انا عارفة ان انت بتحبي الريف كم المدة اللي انت هي شتيها هناك بت ont wähلها كم المدة او كم طول المدة اللي انت هيèteها هناك فالجاده اتلاقي شي فهانا هنا بتقول لها حقاً وبتسألها سؤال أنا تزوجت جدك لمدة عشرين سنة أو أربعين سنة فهنا طبعاً الجدة هتقول لها أنا عشت هنا منذ أن ولدت أنا عشت هناك أنا عشت هناك يعني هناك هنا يقصد بها طبعاً أو تقصد بها أنا عشت هناك أنا بتقول لها حقاً وبتسألها قلت لها تزوجتي من جدك لمدة عشرين سنة يبقى كامل مدة اللي أنت تزوجتيها من جدي كامل مدة طالما جايب له فرو بعدها مدة أنا عندي هنا مدة مدة كاملة أو مدة وقوع الحدث كاملة بسأل عن المدة بهاو لونج يبقى هاو لونج يعني كام المدة بعد كده هتبقى هاو يو وأكمل بين اللي هو التصريف التالي بتاعي هاو يو بين أو هاو يو بين مارد لجدي هتبقى تو ماي جرانفاثر من جدي يبقى تو ماي جرانفاثر كام المدة اللي أنت تزوجتيها من جدي طبعا ده سؤال بعمل لك وشان مارك على ما تستفهم هاو لونج كام المدة هاو يو بين مارد تو اللي أنت تزوجتيها من ماي جرانفاثر من إيه من جدي قالت لها لمدة أربعين سنة فهنا هنا بتسألها سؤال جادة هتلها يس اي دو أيوة بتكون أكثر هدوءا من إيه من المدن يبقى هنا هتقول لها إيه هو أنت بتحب الريف يبقى دو يو لايك هل أنت بتحبي الريف هتلها أيوة سيدس بتكون أهدأ من المدن أو أكثر هدوءا من المدن هنا هنا بتقول لها أنا أطفت معك جابت لها نفس المعنى بس بالعكس أو أنا أعرف أو أطفت معك في الرأي المدن بتكون أكثر دوضاءا وأكثر إزعاجا من إيه أكثر إزعاجا من الكرة جرانماثر الجادة هتلها والطباوت ماذا عنك يا هنة فهنا ردت فالجادة هتلها أنت على حق أنت على حق معظم يستمتعوا بمرافق للمدن الكبيرة يبقى هنا هنا هتقول لها إيه أعتقد أن الشباب بيحبوا إيه؟ بيحبوا المدن الكبيرة يبقى أنا أعتقد أنا أعتقد أعتقد إيه؟ أن يقول أن الشباب أعتقد أن الشباب لايك بيحبوا بيك ستز المدن الكبيرة هتلها أمت على حق فالشباب بيحبوا أنهم يستمتعوا بالمرافق الموجودة في المدن الكبيرة فهنا هنا هتقول لها إيه؟ ذاتس رايد هذا صحيح أو هذا حقيقي ذاتس رايد هذا صحيح أو هذا حقيقي جاب لي بعد كده سؤال ذاتس اقرأ وأكمل النص بيجيب لي كده ست كلمات باقرأهم وأترجمهم وأختار منهم بس أربع كلمات بوظفهم داخل الفراغات أو النقاط في الفقرة اللي عندنا عندي هنا أول كلمة يعني رائع يعني غطسة بيغطس كده بيستخدام بيلبس ماسك كده وبيشوف الحاجة اللي تحت المياه هو مش داخل المياه لا هو على سطح المياه كده بس بيشوف الحاجة عن طريق المسك اللي هو لابسه باستخدام أمبوب يعني يعني أبدا يعني من قبل من قبل أو سبقة يعني سبق لك أو من قبل كذا اللي هو الغوص تحت في أعماق المياه ولا اللي هو القيادة اللي هو يعني إنه يسوق وسيلة مواصلات معينة القيادة بيقولي هنا أنا سفرت للغردة للصمر في الصيف الماضي بتكون هي أكتر مدينة مدهشة أنا زرتها قبل كده يبقى I have ever visited أنا زرتها من قبل أو سبق وزرتها طيب أنا عندي ever بتجيلي في المطارع التام بتجيلي في السؤال بمعنى هل طيب أنا اخترتها هنا ليه اخترتها هنا لإنه عندي هنا صغة التفضيل the most في سيغ التفضيل برضو بستخدم ever بمعنى من قبل أو سبق يبقى هرجالة الغردة the most amazing city دي بتكون أكتر مدينة مدهشة أنا زرتها من قبل أو سبق وزرتها يبقى كمان بتجيلي ever في حالة التفضيل I spent a no time there أنا قضيت وقت إيه هناك أنا قضيت وقت رائع هناك يبقى a wonderful time a wonderful time I spent a wonderful time there أي نقطة in the sea أنا عملت إيه في البحر أنا snorkeled أنا غطست في البحر snorkeled أنا غطست في البحر also كذلك I went naut with the help of my instructor وكمان زهبت الإيه بمساعدة المدرب بتاعي instructor المدرب بتاعي عملت إيه طبعا هنا وينت الماضي من جو جو بتجيلي معها الأنشطة المنتهية بال زي مسلا طبعا عشان تتكلم في الماضي جابها لي مع جو الأنشطة بتجيلي اللي هي بيمتهي بال أنا أنا زهبت لي الغوص يعني في دقاع المية كده يعني في المية من تحت المية لكن snorkeled دي إن أنا بغطست بمعنى إن أشوف الكائنات الموجودة في المية لكن عن طريق ماسك كده بيكون إيه واجهي هو الموجود بس في المية لكن بغطست كل كده في المية وبييجي معها جو جو ضايفين زهبت للغوص مع المدرب بتاعي أو بمساعدة المدرب بتاعي نفس السؤال برضو إن أنا هكمل عن طريق الكلمات اللي أنا هختارها من الكلمات اللي موجودة فوق عندي هنا نص بختار بس أربع كلمات من الستة ويكمل نص بتاعنا since يعني منذ do يفعل make يصنع أو يعد أو يجهز for يعني اللي مدت أو لأجل ride يعني يركب و instrument اللي قال تشوف كده بيقول we have a nice house أنا احنا عندنا بيت جميل ولطيف in our village في القرية بتاعتنا I have lived there يعني أنا عشت هناك نقط I was a child منذ أن كنت طفل I have lived زمني مضارع تام I was a child زمني ماضي بسيط يطر ايه اللي بيجي لي قبلها ماضي بسيط وبعدها مضارع تام وبعدها ماضي بسيط وهي sense بمعنى منذ in the summer في الصفقة يجول نقط several activities عايز اقول يعني أنا عادة بكون بالعديد من several activities العديد من العديد من الأنشطة عندي هنا كلمة activities الأنشطة بتاخد معاها do يبقى do بقوم بي أو بقوم مارس العديد من الأنشطة تاخد do احيانا 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 بحب ان انا اعزف على الآلة الموسيقية المفضلة بالنسبة لي يبقى musical instrument الآلة الموسيقية الآلة الموسيقية المفضلة بالنسبة في وقت فراغي الوقت اللي بكون فاضي فيه او متفرغ فيه بحب ان احيانا اركب حصان بحب ان انا اركب حصان في وقت فراغي بعد كده الاسئلة الخاصة بالاختيارات شوز اختر ذاك روك تأصر الاجابة الصحيحة رقم واحد رامي يعني حقق وانجز يعني نجاح رائع حقق نجاح رائع عايزين اقول هو قام بوظيفة او بمهمة يعني مدهشة ام مؤدى وظيفة مهمة الوظيفة بتاخد معها صنعة ولا ضن ولا يعني تجاهلة ولا يعني وافقة طبعاً الوظيفة بتاخد معها دو وعشان انا عندي هذا عايز بعض هذا اصريف تنت عشان كده جيب ها لضن هو قام بوظيفة مدهشة ورائعة رقم لرعاية وتعليم الاطفال اللي هما ليس لديهم والدين ده المكان ده اسمه ايه النادي ولا يعني دار ايتام ولا برزن استجن ولا بارك الحديقة العامة يبقى المكان ده اللي هو دار الايتام بعد كده صفحة مئتين وخمسة والسؤال التالي بيقول لي يعني هو اسبت هي واز سنستف ان هو كان حساس ويوز ذا بريفيكس احنا بنستخدم البادئة ايه عشان ان احنا نجيب العكس في المعنى من كلمة سنستف عكس حساس ايه هنضيف البادئة اي اس ر اي اي ام اي ان طبعا بضيف البادئة اي ان تبقى انسنستف انسنستف يعني ايه غير حساس او متبلد الشعور رقم اربعة اي كانت ويت اي لونجر انا مش هقدر استنى اكتر من كده امتظر اكتر من كده اي مص نقط ناو يبقى يبقى انا يجب علي ان اغادر الان يعني يعيش يعني يسمح او يدع يعني يبقى او يمكس او يظل يبقى اي كانت ويت اي لونجر مش هقدر السنة المدة اطول اي مص ليف ناو انا يجب علي ان اغادر الان رقم خمسة يعني من اكتشف هذا الخطأ مين اللي اكتشف وعرف هذا الخطأ يعني اكتشف هنا بجيب علي في الماضي بقى اكتشف من الاكتشف هذا الخطأ كلمة اكتشف معنى اي يعني ناسية اخترعة ولا يعني كررة او رددة ولا برضو اكتشف يبقى ايه اللي بيت تسويها في المعنى كلمة اكتشف وهي برضو اكتشف رقم ستة كامل مدة اللي انت مارست فيها كامل مدة اللي انت مارست فيها الرياضة المفضلة بالنسبة لك ايزا انا مارستها لمدة كام لمدة خمس سنوات الرياضة تاخد معها دو دو سبورت او بلاي سبورت طالما عندي هنا اذا نعايز دو في التصريف التالت يبقى دو هاخترها ايه اخترها ايه انا مارستها للمدة خمس سنوات يبقى اصلا مع الرياضة باختار دو او واجاب لف الاختيارات دو واجاب هال في التصريف التالت عشان هاف بيجي معها تصريف تالت يبقى دم سبورت او دم ات مارس الرياضة هذه الرياضة المفضلة بالنسبة لمدة خمس سنوات مت صنع رن يجري او جرى يعني في الماضي او مدرى جن التصريف التالت من جو بعد كده رقم سبعة هو اصبح عضو في النادي بعد انضم للنادي بعد ما يدخل للنادي بعد الزهاب او يذهب الان يعني يلعب او اللعب يبقى هو اصبح جاب هالي في الماضي عضو في النادي افتر بعد بعد ما هو ينضم للنادي يعني ينضم او الانضمام بعد الانضمام للايه بعد الانضمام للنادي انضم يعني اصبح عضو في هذا النادي رقم تمانية عندما تلقي خطاب حاول ان انت تنظم تنظم افكارك اولا تنظم الافكار بتاعتك الاول يبقى يلقي خطب اسمها لتنج لت يعني يدع او يسمح يعني يعني يعطي الان يعني 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 يذهب طبعا عندي بقى هنا مع يتحدث يتحدث بيجي معها بمعنى يلقي يبقى على بعضها كده بمعنى بمعنى يلقي خطاب يبقى بيجي معها give give a talk او giving a talk giving a talk يعني يلقي خطاب الان رقم تسعة يعني ممكن ان انت بامكانك ان انت complete يعني يكمل بامكانك ان انت تكمل اللي هو جدول الزمني او جدول الموعيد اف امبورتال لايه مهم اه يعني لو ممكن اه لو تقدر ان انت تكمل الجدول الزمني للاحداث المهمة ده بيخليك تكون سعيد في حياتك اكسدنس اللي هي الحوادث ايفنس اللي هي الاحداث ولا المشاجل او المشكلات ولا الفشل يبقى هنا اه كان يو لو ممكن او هل تستطيع كام فيلك ان انت تكمل اطيم لاين الجدول الزمني للاحداث المهمة ده هيجعلك سعيد في حياتك لو يعني تقدر تكمل الجدول الزمني ده يجعلك سعيد في حياتك بعد بعد كده رقم اي هاف باز اجزام انا باز يعني اكتاز او نجح او مرة في الامتحان انا ادرت ننجح في الامتحان باز يعني نجح او مرة هنا هنا هاذ بتجيب لكده العكس في العكس في المعنى من كلمة اي عكس نجح في يعني يسقط او سقط او وقع لفت يعني عاش لفت يعني ترك او غادر فلد يعني فشل او رصب في الامتحان طبعا العكس من باز نجح واجتاز الامتحان وهي فلد رصب وفشل في الامتحان بعد كده السؤال الرابع بالشكل الصحيح بالكلمة والكلمات اللي بين الاقواص بيجيب لكلمة واكتر من كلمة بين القصين بكتبها لكن بالشكل الصحيح هل سبق لك وصفرت الغرداء طبعا ده سؤال السؤال بهل في زمن المضارع التام انا بستخدم ايه ما بستخدم شنفر بستخدم في السؤال بهل في زمن المضارع التام بمعنى سبق او من قبل رقم اتنين ايه هفن سين رامي ذا لس طايم وي وير ذا طلا ايز انا ما شفتش رامي من اخر مرة احنا كنا في النادي انا عندي ايه هفن سين ده مضارع تام من فيه با كده عندي زمن مضارع تام وعندي بعد كده او بعض النقاط وير ده زمن ماضي بسيط ايه طرح اللي بيجيلي بعدها زمن الماضي البسيط وقبلها زمن المضارع التام وهي سين بيجيلي بعدها مضارع تام بيجيلي قبلها مضارع تام بعدها ماضي بسيط او بداية حدث من اخر مرة احنا كنا في النادي يبقى سين رقم ثلاثة نوع ازي اقول يعني هنا احنا مسافرناش للندن في سنة 2021 طب ليه سين ما تنفعش مجال بعدها سنة اهو بداية حدث اه لان انا عندي زمن ماضي بسيط وفي زمن الماضي البسيط انا بستخدم ان زائد سنة ماضية دي من الكلمات ادلا او مصطلحات ادلا قبلها مضارع تام مش ماضي بسيط يبقى عندي هنا هجيب حرف الجر قبل السنوات لان هنا عندي سنوات قبلها حرف الجر وممكن كمان نقول ان والسنة ماضية الكلمات يتدل على الماضي البسيط رقم اربعة ايه بيسأل بيقول هل انت سنت يعني هل انت ارسلت السيارة الى مركز الخدمة او مركز الصيانة يعني قال له يسأل نوات ات يسر داي ايوة انا ارسلتها بالامس يسر داي من الكلمات الدلة على زمن الماضي البسيط زمن الماضي البسيط مع اي فاعل انا عايز التصريف التاني للفعل التصريف التاني من سنت او هو اصلا التصريف التاني هو التالتي بقى سنت لان هنا جايب المضارع التان بالتالت ما هو التالت هو التاني بعد كده رقم خمس هلا نوات عايز يقول يعني هلا لم تعود ولم ترجع من دون دون يد حتى الان يد حتى الان دي من الكلمات الدلة على زمن المضارع التان بتجي لي مع زمن المضارع التان بس المنفي طيب هلا مفرد هتاخد ايه هتاخد ايه يبقى هزن يعني لم تعود من لندن حتى الان رقم 6 انا حزين جدا اي نوات ماي موبيل انا ضيعت التلفون بتان طبعا حدس في الماضي ومحدد ليش وقت حدس في الماضي حاجة حصلت وخلاص ومجاب ليش لها وقت محدد يبقى زمن المضارع تام اي بيجي معها بيجي معها هاف وبعد هاف التصريف التالت التصريف التالت وهو لست هاف لست انا ضيعت اوف قط التلفون المحمول بتاع رقم 7 عمي مصاب بمرض في الرئة منذ سنة 2020 انا عندي بعد بيجي بعدها بداية حدس وبيجي اللي قبلها زمن مضارع تام حددت الزمن بتاعي ببدأ يكون هنا على الفاعل الفاعل بتاع مفرد الفاعل بتاع مفرد طيب ما يمكن هتاخد هاف ولا هاز طالما مفرد هتاخد هاز وبعد كده التصريف التالت من هاد بمعنى مصاب بي يبقى هاد ما هي هاد بمعنى يتناول او بمعنى لديها او عندها او بمعنى مصاب بي مع الامراض بيكون بمعنى مصاب بي يبقى هاز اللي هي بتاعة المضارع التام اصلا لان الفاعل مفرد وبعد كده هاد اللي هي التصريف التالت من ها بمعنى مصاب بي او عنده او لديه ان شاء الله ناخد مع بعض دلوقت اختبار على الوحدة الرابعة بيضور ما بين مين ومين وايه موضوع الحوار في البداية لازم بقرأ المحادسة على بعضها بالكامل وانا بحل لازم براعي زمن المحادسة بيقول بسملة هاز جوت ان يو بايك بسملة حصلت على دراجة جديدة بسملة بتقول هاي كادي اهلا يا كادي جسوة خميني ماذا اي جوت ان يو بايك انا حصلت على دراجة جديدة كادي بتقول هاو هذا رائع وبتسألها سؤال بس ما لقيت لها اي جوت ات انا حصلت عليها من بابايا في عيد ميلادي انها رائعة جدا يبقى من اين حصلت عليها اين يعني وير وبعد كده عندي هنا جوت في الماضي يبقى الفان المساعد عندي في السؤال هيبقى دد وقاي في الاجابة بيطلع علي كده فوق في السؤال بيبقى يو وبعد كده عندي الفعل في المصدر وهو جد واكمل من اين حصلت عليها قلت لها من بابايا في عيد ميلادي فهنا قالت لها وهي كمان رائعة فكده هنا بتسألها سؤال بس ما لقيت لها لونها احمر هو لونها ما لون الدراجة ما لونها ايه يبقى هتقول لها هنا يعني ما لون وبعد كده عندي هنا هتبقى يبقى بدل هتبقى ما لونها هتلاها لونها احمر ساطة او لا ما كده بتقول لها طب انتي خدت كده جولة بالدراجة هنا بس ملقت لها حاجة وقت لها اي رود ات رون ذا نبر هود انا خدت كده ولفيت حول الحي السكني يسر داي بالامس يبقى ايوه لا لا يبقى ايوه يبقى يس ايوه انا خدت بها جولة يبقى يس وبعدها كده كمع فهنا كده بتقول لها جريت رائع كيف شعرت حسيت بايه وانت ابتغد جولة كده بالعجلة الجديدة بس ملقت لها حاجة وقت لها 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 يلا بينا نروح كده للجولة نركب مع بعض يعني مع بعض كده عشان ان احنا نجرب للدراجة الجديدة يبقى تقول لها انا شعرت ان سعيدة جدا فهنا بتقول لها طبعا بتكترح عليها يلا بينا ناخد اي جولة كده مع بعض وانجرب الدراجة الجديدة طبعا هتقول لها فكرة جيدة او فكرة رائعة يبقى ا جيدة انها فكرة رائعة او ممكن تقول لها فكرة رائعة او كده بعد كده عندي سؤال اكرر واكمل النص بيجيب بزيت كلمات بقرأ الكلمات دي وترجم ها وابدا ان انا اخد منها بس اربع كلمات ووظفهم داخل الفراغات في الفقرة اللي عندي أسباب او مبررات يعني شجع في الماضي البسيط او تصريف التاني الفعل وعلي هنا يعني يفهم اللي هي النتائج ديسلكسيا اللي هو عصر او صعوبة في الكراءة هز انكارش طبعا ده مضارعة تام برضو شجع لكن مضارعة تام سلم ايزا جود يونج وون سلم دي شابة جيدة لما كانت صغيرة في السن عايز يقول يبقى هي كان عندها ايه وده كان بيخلي من الصعب عليها او مش من السهل على ان تفهم الدروس بتاعتها يبقى كان عندها صعوبة في الكراءة او عصر في الكراءة ديسلكسيا عصر في الكراءة كان عندها نسلكسيا عصر في الكراءة وده اللي كان بيخلي صعب عليها او مش من السهل ما كان ش من السهل فور هير بالنسبة لها ان هي تفهم الدروس بتاعتها understand بيكمل هنا بيقول المدرسين بتاعها وكمان الوالدين دايما نشجعوها ان هي تأدي بشكل جيد عايزين اقول هنا المدرسين دول جامعة وكمان الوالدين جامعة هنقول يعني شجعو ولا هاز طبعا عندي هنا الاتنين يعتبروا ماضي لكن هاز مع المفردي باختار هنا في الماضي البسيط يعني شجعوها شجعوها ان هي تأدي بشكل جيد وهي وهي في النهاية حصلت على ايه جيد حصلت على النتائج جيدة حصلت نتائج جيدة وفي النهاية يعني في نهاية الامتحانات يعني بتساعد الاطفال الاخرين اللي عندهم نفس المشكلة بعد كده اجيب لي فقرة انا اقرأها واجاوب على اسئلتها اقرأ التالي ثم اجيب على الاسئلة بكرأ النص يكون جايب لي علي ثلاث اسئلة اختيارات وثلاث اسئلة مقالية بيقول اذا تمر شيء ما رائع حدث في حياتي كنت في الحديقة العامة بلعب انها بدت جميلة جدا انا التقطت هذه الصخرة وقردتها عرضتها كده على مامتي وردها لها مامتي قالت كانت خاصة ومميزة هذه الليلة انا وضعت الصخرة تحت سريري شيء رائع حدث انا قضيت يوم رائع في المدرسة او افضل يوم لي في المدرسة انا حصلت على اعلى درجة في متحان الرياضيات بتاعي وكل اصدقائي أرادوا ان يلعبوا معي الصفحة اللي بعد كده صفحة 207 بيتكمل هنا انا بيقول انا ادركت ان الصخرة جلبتلي الحظ الجيد لذلك لما بيكون عندي حدث مهم او اختبار مهم انا اقوم بيكتير من الاشياء جريت الرائعة اتو تمي علمتني ان انا اؤمن بنفسي واكتهد الاشياء الجيدة بتحصل بمجرد ان انا امنت بنفسي بصدني لكن فجأة ووجدت نفسي في السرقة دا كان حالم لكن انا تعلمت اهل السنة تعلمت درس بليف ان يورسل امن بنفسك وطارد احلامك كمان تقدر ان انت تعمل وتأدي الاشياء المدهشة اول سؤال بيقولي البسج الفقر اساسا وبشكل رئيسي بتتكلم عن ايه ارتقل اللي هو المقال ولا بيجرافي السيرة الذاتية يعني حياة كده شخص بتحكي عن حياة شخص ولا دريم يعني حلم ولا سوري ولا دي قصة طبعا بتكلمنا عن دريم يعني حلم رقم اتنين المتحدث وضع الصخرة تحت ايه عشان تجلب له الحظ السعيد يبقى تحت تحت رأسه ولا بوت اللي هو الحزاء اللي هو الطويل او اللي برقبها باك اللي هي الحقيبة ولا بيد السرير طبعا وضع الصخرة تحت سرير وعشان تجلب له الحظ السعيد رقم تلاتة إنها بدت جميلة جدا كلمة الكلمة دي بتتشابه في المعنى بتتشابه في المعنى مع يعني جميل ولا أغلي كبيح ولا لارج كبير ولا طيني بمعنى ضئيل او صغير جدا في الحجم طبعا كلمة بريتي جميلة او جميل بتتشابه في المعنى كلمات بيرفول يبقى بريتي و بيرفول اتنين بمعنى جميل نفس المعنى نفس السينينيم بعد كده رقم أربعة بيقول إنفور إنفور يعني من النص زي المتحدث حصل على أعلى الدرجات في الامتحانات بتاعته طبعا بإنه وضع الصخرة تحت سير هنقول هنا هو وضع هو وضع ذارك الصخرة بعد كده رقم خمسة سامارايز لخص آخر فقرة في جملة واحدة آخر فقرة عندي اللي هي الجزء ده هلخصه في فقرة واحدة هقول طبعا بيقول إن إحنا لازم نؤمن بنفسنا وكمان نحقق أحلامنا يبقى يوشوت بليف لازم أن أنت تؤمن يوشوت يوشوت بليف ينمغ عليك أن أنت تؤمن أن يرسل بنفسك أن ورق هارد وتجتهد وكمان تؤمن تؤمن بنفسك وده تؤمن تؤمن بليف أنا لو أؤمن إنثنكس في الأشياء أنا لو أؤمن إنثنكس في الأشياء ذات برينك جود لك التي تجلب الحظ اللي جيد او الحظ السعيد بيكوز لانه طبعا ليه السبب ان انا ما امنشي بالحاجات اللي هي بتجلب الحظ لان ان احنا ينبغي علي ان احنا نجتهد عشان نحقق الحاجة اللي احنا عايزينها لانه وي شوت ينبغي علينا ان احنا نعمل بجدة او بنجتهد نحنا نعمل بجدة او نجتهد لكي اتشيف ان احنا نحقق ماذا او ما نريد تاني انا لا اؤمن بالاشياء ذات برين جود لك التي تجلب الحظ السعيد بيكوز لانه ينبغي ان نعمل بجد لكي نحقق او ننجز ما نريد بعد كده جايب لأسيرة الاختيارات بيقولي هنا السور رقم واحد يعني ايه هو بيكون الرقم النهائي اللي الناس او الفرق بتحصل عليه في نهاية الامتحان او المباراة النهائية لما يكون الناس بيمتحنوا او المباراة شغالة للفرق الرياضية بتلعب ايه بقى نتيجة المباراة او الرقم النهائي بتاع المباراة او الرقم النهائي بتاع الامتحان ده اسمه ايه؟ ده اسمه نتيجة ولا تنت ولا خيمة ولا اكسبرينس يعني خبرة او تجربة حياتية ولا انسترومن يعني آلة طبعا ده اسمه ريزولت مثلا نتيجة النهائية لمباراة نتيجة النهائية في الامتحان اسمها ريزولت نتيجة بعد كده اكتشاف بعض المعلومات عن شيء ما مينز ده معنى اكتشاف ولا اللي هو يتطوع او التطوع او التطوع ولا الاختراع ولا القرار او يتخذ قرار يعني هنا يقرر طبعا ايجاد او اكتشاف بعض من المعلومات الجديدة عن شيء ما برضو ايه اكتشاف رقم ثلاثة باهر انها اولا يعني خلص اول واحد في اخر سباء خلص اول واحد في اخر سباء هنا اذا قب عمل ايه بقى في الكاس عايزين نقول ده هو اللي فاز بالكاس يعني تذكرة يعني غادرة او تركة يعني فقدة او خسرة ولوان يعني فازة طبعا هو خلص اول واحد وانها جده فارس اول واحد في السباء جيب اه هو اللي فاز بالايه فاز بي ذكب السباء او فاز بالكاس رقم اربعة ده هو بيكون حذر جدا لذلك عشان كده هو دايما بيعمل ايه في الاجابات بتاعته قبل ما ينهي الاختبار بتاعه بيعمل ايه بيفحص الاجابات بتاعته خلص الاجابات خلص الصفحة دي كده ده الامتحام بتاعه بعد كده بيبدأ يعمل لها تشكس يعني بيفحصها قبل ما يسلم الامتحام بتاعه قبل ما ينهي هستست اختباره ولا شيرز يعني يشارك او يتقاسم ليرنس يعني يتعلم ولا سكرز يعني يخيف طبعا هو بيفحص اجاباته قبل ما ينهي امتحاناته يبقى عندي هنا هنقول هو دايما شكس بيفحص هز انسار اجاباته قبل ما ينهي هستست الاختبار بتاعه بعد كده صفحة 208 ورقم 5 في الاختبارات بيقول لي ويتد يعني انتظره انا انتظرت صديقي لأكتر من ساعة كلمة ويت يعني ينتظر هي بتكون المضادة من ينتظر عكسها ايه عكس ينتظر ايه ستي يعني يبقى او يظل او ينقص ليف يعني يغادر او يترك يعني يبقى او يظل يعني يتوقف يبقى هنا عندي ويت ينتظر الانترين منها مضادها مضادة ينتظر ينتظر وهي ليف يغادر رقم 6 عشان احنا نحصل على نحصل على الصفة من الاسم ميوزيك ميوزيك اللي هي الموسيقى نحصل على الاسم انا عندي عايز الصفة من الاسم وموسيقى هنصحح الكلمات الخطأ دي اللي بين القصين رقم واحد شي نقط هي مسافرش البالة التانية سنس شواز بيبي منذ ان كانت طفلة رضيها عندي سنس بحط عين عليها بلاقي جاي اللي بعدها ماضي بسيط ويجي لي قبلها بعد سنس ماضي بسيط وقبل السنس بيجي لي مضارع تام وفي زمن المضارع التام بحط دايما عيني على الفعل عندي الفعل مفرد يبقى شي هتاخد هاز انا عايزها منفية يبقى هازمت وبعد كده التصريف التالت من ترافل وهو ترافل ده يعني صفر رقم اتنين نقط انا بدأت الوظيفة بتاعت منذ ان بدأت وظيفتي وانا تعاملت مع مئات الكمبيوترات يعني من الحاسبات الالية مئات منها تعاملت معهم يبقى هنا عندي اللي بيجي لي بعدها ماضي بسيط يبقى هنا ماضي بسيط يبقى اول جملة ماضي بسيط والجملة اللي بعد كده مضارع تام وهي بمعنى منذ رقم ثلاثة هل باباك سبق لي وسافر الى بارس الى باريس طبعا ده سؤال ده سؤال من غير وقت محدد سؤال في المضارع التام وفي حالة السؤال في المضارع التام احنا بنستخدم بمعنى سبقة او من قبل هل سبق ليك او من قبل زورة باريس رقم اربعة ماريا ان ماجد ماريا وماجد نقط اني اند اوديت يعني عايز اقول هنا ما استلموش اي تحديثات فروم ذاتين من الفريق طبعا انا الجملة بتاعت دي في الماضي بس من غير وقت محدد حاجة حصلت في الماضي ما جاب ليش لها وقت محدد حصلت فيه في الماضي يبقى زمن المضارع تام ماريا وماجد دول جمع اياخد ايه في الجمع بياخد هاف وبعد هاف بجيب التصريف التالت طبعا هو عايزها منفية هنا عندي ناط يبقى للنفي يبقى هجيب هافنت هتيبقى هافنت ورسيف من الافعال المنتظم عشان اجيب التصريف التالت منها هاوضيف فقط حرف دي هتيبقى رسيفد يبقى ماريا ان ماجد هافن رسيفد اي اوديتس فروم ذاتين ما استلموش اي تحديثات من الفريق رقم خمسة اشي نوقت اليوم اللي قبل الامتحام بتحارج لها بقصر يبقى اشي انا عايزة بقى التصريف التالي من بريك وهو بروك بعد كده عايزنا اكتب او في قرية تكتب بقى تشوف ايه الافضل بالنسبة لك تعيش في مدينة او تعيش في قرية بعد كده عندنا صفحة ميتين وتسعة وجايب لي هنا بابل شيت اكسرسيز تدريبات البابل شيت دي بتكون اسئلة يعني محادثة اسئلة اختيارات صحيح خطأ انا بجاوب عن طريق الاختيار يعني انا باختار الاجابة الصحيحة وباختار الاجابة الصحيحة واجه كده في اخر الصفحة يكون جايب لي هنا الشكل ده كده يعني انا مثلا في رقم واحد اخترت الحرف بي بظل الحرف بي اخترت الحرف دي بظل وهكذا في كل الاسئلة ده نظام البابل شيت زي نظام السنوية العامة هنبدأ كده نجاوب كن بانهاء الحوار التالي عملت ايه في العطلة الاسبوعية وقال له حاجة هذا يبدو رائعا وكمان الافيال يبقى هما ذهبوا لحضيكة الحيوان يبقى معنا كده ان مازل قال له ايه انا ذهبت الي حضيكة الحيوان مع اسرتي ايوان تو ذازو انا ذهبت الي حضيكة الحيوانات with my family مع اسرتي فايمن قال له هذا يبدو رائعا that sounds fun وقال له احن رائينا هناك فمازل بيقوله رائينا الاسود والقرود وكمان الافيال يبقى ماذا رأيت هناك عند هنا ويه صوف الماضي يبقى عندي هنا ما او ماذا او اي الحيوانات اللي انت رأيتها يبقى اي الحيوانات اخترت لي فيها لان اصلا الايجابة في الماضي يبقى السؤال كان في الماضي ايه الحيوانات اللي انت شفتها يامين بيقوله اي حيوان كان مفضل بالنسبة لك بس ان قاله حاجة ايه بقى الحيوانات اللي بتكون مضحكة فهنا برضو ايامين قاله انا كمان بيحب الكردة يبقى هو قاله أنا حبيت الكردة اكتر حاجة يبقى اكتر حاجة حبيتها هناك وهي الكردة قاله انا كمان بيحب الكردة They're so entertaining ده هي الكردة دي بتكون ممتعة وبيسأله سؤال مازل قاله ياسم ايه وباباة التقطت كتير من الصور يبقى هل التقطت كتير من الصور او هل التقطت صور يبقى هنا يسأله في الماضي هل التقطت اي صور انا اخترت did اللي هي في الماضي ليه لانه بيقوله هنا التقط يبقى السؤال كان في الماضي يامين بيقوله ممكن يجي معك المرة اللي جاي فما سنقال له حاجة وقال له من دواعي سروري ان انت تكون معايا او ان انت تكون معايا المرة القادمة طبعا هيقوله ايه ياسو بعد كده اي هتبقى يو وكان هتنزل زي ما هي ياسو كان ايوة تقدر تيجي معايا المرة اللي جاية جيبلي بعد كده تصحيح الخطأ عن طريق الاختيارات اختر الصحيح دورت اسماني الكلمات اللي بين الاكواس يعني عند الكلمة اللي بين القصين دي الخطأ اكتر الصحة بتاعها من بين الاختيارات اللي عندي رقم واحد اختي وانا ما زرنوش اي دولة تانية من قبل يبقى بمعنى لمدة او لي او لاجل نيفر يعني ابدا ليه النفيسنسي يعني منذ ولو اني عندما طبعا انا بن فيها هنا يبقى عندي هنا هنستخدم ايه نيفر بتجيل ما بين هاف او هاس والتصريف التالت يبقى نيفر ابدا ما زرناش بعد كده رقم اتنين وفور يعني لمدة بيجي اللي بعدها مدة كاملة يبقى للمدة عشرين سنة رقم تلاتة مصطفى هاس بلايد اذا بيانو عازف على البيانو نقط منذ ان كان عمره سبع سنوات انا عندي هنا الجملة الاولى مصطفى ومعنى هاس والتصريف التالت ده كده مضارع تام يبقى زمن الجملة الاولى مضارع تام بعد كده هو كان زمن الجملة التانية ماضي بسيط ايه بقى اللي بيجي لي بعدها ماضي بسيط واللي بيجي لي قبلها مضارع تام وهي ايه وهي سنس يبقى هاختار سنس نيفر ابدا ولا ايفر سابقة او من قبل ده بيجي لي في السؤال ولا فور لمدة بيجي لي بعدها مدة وكل حدث كاملة هاختار ايه سنس بيجي لي بعدها ماضي بسيط وقبلها مضارع تام رقم اربعة وينش وازلت اللي ما كانت هي صغيرة في السن شنوعة حاوته اعرفت ازاي ان هي تربط الحزاء بتاعها. يبقى عندي هنا عندما كانت صغيرة. ممكن اقول الجملة دي على بعضها ماضي بسيط فزمن كله ماضي بسيط. ممكن اقول بيجي لي بعدها ماضي بسيط. الاول جملة وتاني جملة برضو ماضي بسيط. اذا عايز التصريف التاني الفعل. ده التصريف التاني. هذا ده كده مضارع تام. يعني تعلمت. ازاي تربط الحزاء بتاعها. رقم خمسة في عطلة الاسبوعية الماضية اي نقط افاني كارتون. انا شاهدت كارتون ممتع. طبعا في العطلة الاسبوعية الماضية هو محدد الوقت في الماضي زمني ماضي بسيط مع اي فعلا عايزة التصريف التاني للفعل. ده كده مضارع تامن عايزة ماضي بسيط التصريف التاني للفعل. بمعنى شاهدة.